تعالوا نشوف تصريحات أيضا من محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر بعد المباراة ونرجع نكمل كلامنا صراحة احنا لعيبنا شوت أول أكتر ممتازة ما حضرك بتقول وماتش الشوت الثاني برضو ضيعنا فرص كتير لغاية ضربة الجزاء هي نقطة التحول للمباراة بس لعيب النهاردة بعد الجون استعجله شوية وكنا عايزين نتعادل بس الحمد لله أنا بقول لهم أنتوا قديتم مباراة كويسة النهاردة ويعني بصراحة بنلعب فرق كبيرة بتلعب كرة على الأرض كويس جدا بقول لهم نهاردة لك وبقول لهم الجمهور اللي جي النهاردة منزعل شي إن شاء الله اللي جاي أحسن خلاص الماتش خلص فكر في الماتش الجان إن شاء الله بتاع بدايكم سبب من الأسباب هما جايين على الماتش ده على طول إحنا كان لعبنا ماتش كبير قدام الاتحاد ماتش مكتش سهل دي ممكن تبقى سبب من الأسباب يعني بس مش هنخلق أعظار خلاص اللي حصل حصل والماتش خلص ومفروض نركز بعد لوقتي في الماتش الجاي إن شاء الله يعني راديين بالمستوى طبعا يعني بماتشات كبيرة بس إحنا ما كانش ده هدفنا يعني إحنا هدفنا كان أكبر من كده بكتير كان نفسنا نلعب نهائي الجيل ده عمل حاجات كويسة جدا كان نقصه بس إن إحنا نلعب نهائي ويعني ما خلفناش الحظ حزن طبعا حزن الكبير جدا بالمزبط طيب لما اشترك في المباراة ده بشكل كويس وعمل أداء وروح يعني كان فيه حماس كبير منه بصراحة في الدقاءة الأوليين اللي لعبها يعني بس طبعا الأهلي بعد الجول وهرجع تاني للنقطة صفر يعني ومستوى خب بالك النهاردة تحس في رومانينزي مش مستوى فريق عادي يعني بس فيه ثقة أنا أنا فريق برازيلي أنا واخد كأس البرتادوريس أنا عندي لعيبة ممكن تخلص في أي وقت الثقة دي التقل ده ما بقى نفسي شوفه في فرقنا المصرفة أو حتى المنتخبات لما بنيه نلعب في الليفل ده نحن دايما مغضوضين ودايما خايفين ودايما قلقانين ودايما عندناه ثقة لما بنلعب في الليفل ده هم ما عملوش حاجة عزيئة يعني ما عملوش حاجة عبقراءة قضيعة فرص بالمناسبة عشان الناس ناسية بس اللي يضيع عليهم فرص يعني مش فريق مرعب اللي هو ايه هيفضل يضيع عليك هيفضل يديك يديك في وشك كده وانت مش عالف تعمل حاجة لأ فقط بضيع وانت بتضيع ند بند يعني بس في تفاصيل صغيرة تحس انه هو يعني أنا كده كده جامد أنا كده هخلص في أي وقت محتاجين وقت ومحتاجين شغل بس نشتغل نشتغل ومشكلتنا دايما بقولها الاحتكاكات احنا ما نحطكش بفرق جامدة بكلم الفرق المصري والمتخابات المصري بالمنازمة بتحتكش عندكش احتياجات على الليفل ده عندك هو بيحتك بفرق كبيرة جدا وعظيبة جدا ونفس لسه بخلص فاينال كوبا لابرتدوريس مع بوكا جونيورز احد اهم فرق امريكا الجنوبية والارجنطين هو بيحتك مين وانت بتحتك مين فيه احتياجات فيه تفاصيل يعني كتير يعني واللعيبة نواية اللعيبة اللي انت بتجيبها كمان تحديدها للاجالب عشان تاني انا ضد التقليل من لعيب النادي الاهلي عشان بس يخسروا النهاردة المنطق بالمناسبة بالمناسبة المنطق ان بطل امريكا الجنوبية يكسب بطل افريكا مهما كان الاستثناء ان بطل افريكا يكسب بطل امريكا الجنوبية خلاص ده الاستثناء احنا زعلنا من ايه ان الاستثناء ده كان قريب النهاردة يحصل يعني احنا ملعبش المباراة سيئة فتقول ايه لأهلي كان ضعيف أول نهار ده كنت قريب هو ده اللي بس إيه ده الواحد شويتين خيرها في غيرها بالمناسبة يعني لأهلي عنده مباراة تحديد المركز الثالث ياخد برونزية جديدة وده مهمة بالنسبة لنا جدا يقعد استهون حتى لو الأهلي خدها قبل كده كتير ياخدها مرة كمان مرة كمان ما فيش مشكلة يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله عشان أقول الجملة النظرية يعني مع الخاسر من قراوة الياباني ومانشستر سيت الانجليزي معروف الأهل العلاء مين في الثالث والرابع بس لو قلت هيقول لك يا عم انت كده مش محترف تمام